من برلين ينضم علينا مدير المركز الأوروبي للدراسات الدكتور جاسم محمد أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور جاسم وسأبدأ معك بهذه الحادثة ليست الأولى بشكل عام لربما نتحدث في العموم الأوروبي ولكن هجوم الريدنق قبل أيام تم تصنيفه على أنه عمل إرهابي المعلومات ما زالت شحيحة إلى غاية هذه اللحظة حول التصنيف لهذا العمل الإرهابي نتحدث عن السيناريو لربما أو عن التوقيت وزيادة هذه الهجمات في الفترة الحالية كيف يمكن تفسيرها؟ زيادة هذه الهجمات في هذا الوقت هي تأتي في عقاب خسارة التنظيم معاقلة في سوريا والعراق عام 2017 نوفمبر ومنع السفر إلى المتطرفين للقتال هناك فلذلك نحن الآن أمام مشهد ربما إرهاب محلي ولذلك تشير الإحصائيات التي وجدت في المركز بأن هناك ربما أكثر من 70% من نفذ العمليات الإرهابية خاصة على غرار الضياب المفردة هي من المقيمين أو من الأوروبيين المحليين فإذن ما موجود الآن هم من داخل أوروبا وإضافة إلى ذلك الإحصائيات تقول بأن أكثر من 50% إلى 60% هم من أصحاب السوابق وهذا يعني بأن هناك ربط ما بين السجل الجنائي والسجل الإرهاب يذكر بأن موضوع الذهاب المفردة في عقاب خسالة التنظيم قدرة التنظيمية التمويل يرجى إلى هذا التكتيك الذهاب المفردة باستخدام الطعن أو العجلات هي لا تكلف شيء وأيضا يحصل التنظيم إذا كانت مرتبطة بالتنظيم أو لصالح التنظيم يحصل على الدعاية دكتور جاسم السلطات السكتلندية إلى غات هذه اللحظة لم تصنف العمل على ألو الإرهابي ولم تتحدث بأن هذه العملية لربما هي إرهابية في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات وإن كانت عملية إرهابية كما حدث في ريدنق قبل خمس أيام كيف يمكن التعامل الآن ونحن نتحدث عن كما ذكرت دي أب منفردة أو حتى أوروبيين محليين يقومون بتنفيذ هذه الهجمات والأسلوب الذي يتم التنفيذ فيه خلال الأوين الأخيرة هي عمليات الطعن في الأماكن العامة كيف يمكن السيطرة وكيف يمكن الحديث عن محاربة الدي أب منفردة والفلول اللي ربما تنظيم داعش إن صح التعبير في الدول الأوروبية للحد من هذه الهجمات الإرهابية أجهزة الاستخبارات أحيانا تستخدم عبارة أو حتى شرطة تستخدم العبارة بأنها تتحفظ إن كان هذا العمل هو عمل إرهابي كون أن هذا العمل مرتبط أيضا بالدوافع لكن أجد أنه طالما أنه عمل يقوم على أساس الإرهاب أو على أساس الترويع أفراد أو جماعة هذا يصنف أمنيا أنه هو عمل إرهابي هذه العمليات عمليات الذئاب المنفردة هي ضمن تقديرات أجهزة الاستخبارات بأنها لا يمكن التكهن بها ولا يمكن منعها وهذا يعني بأن هذه العمليات هي ممكن أن تستمر وهذا يعتبر نوجة الاستخبارات الأوروبية هو تحدي قائم كون أن الذئاب المنفردة تقوم بتنفيذ العمليات ضمن إمكانيات ذاتية لا توجد اتصال بين شبكة يمكن اعتراض يمكن تنصت إلى الجماعة للكشف فإذن هي هو شخص منفرد أو خلية منفردة ويتم التنفيذ فإذن عملية الكشف أيضا يعتبر أيضا تحدي في باب إذا كانت ثغرة أمنية أو غير ثغرة أمنية هو على أجهزة الاستخبارات إذا كان هناك ربط في السجل الجناي وموضوع على قائمة الإرهاب بدون شك أنه ممكن أن يكون هذا ثغرة أمنية ولذلك هنا تظهر بصراحة إذا سمعت لي أهمية المعلومات أهمية التعقب الخطرين يعني عند أجهزة الاستخبارات عدد من المتطرفين على سبيل المثال في بريطانيا ربما 7000 متطرف لكن هناك متابعة يومية ومراقبة مشددة ربما إلى 700 شخص فإذن أيضا الموضوع يتعلق في قدرة أجهزة الاستخبارات قدرة أجهزة الأمن في إخضاع العناصر الخطرة تحت الرقابة فإذن السؤال يكمن مدى قدرة أجهزة الاستخبارات بفرز العناصر الخطرة وأخضاع هذه العناصر إلى المراقبة نعم على الرغم من القدرة الموجودة لدى هذه الدول إلا أن هذه الحوادث تحدث ما بين الحين والآخر ولكن لربما التخوف الأكبر أيضا لدول الاتحاد الأوروبي وهذه الدول تحديدا هي من مسألة الهجرة من هذه البلدان سواء في الشرق الأوسط أو حتى الهجرة بشكل عام والآن بعض هذه الدول تفرض قيود مشددة على مسألة الهجرة بالتالي هذا يشكل لربما أزمة على هذه الحدود وخصوصا إذا ما أردنا الحديث عن الحدود التركية الأوروبية الملاسقة وبالتالي لربما هناك أيضا إجراءات بشكل أكبر هل من الممكن الحديث بأن هذه الإجراءات ستساهم لربما في الحد من هذه العمليات أو حتى كيف يتم التعامل مع هذه الأزمة على الحدود المهاجرين أو بصراحة فتح الحدود وعظم السيطرة على الحدود خاصة من تركيا عبر بحر إيجا واليونان وكذلك عبر ليبيا إلى السواحل الإيطالية هذه تعتبر هي جدار أو ثغرة في جدار الاتحاد الأوروبي ووكالة فرونتكس المعنية في حماية الحدود الخارجية تجد أيضا تحديا بسبب عدم وجود القدرات خاصة في التمويل والموارد البشرية فإذا هذا يمثل هو خطر ولذلك التلويح في ورقة الهجرة خاصة من جانب أوردغان كان أكثر من مرة هذا بدون شك هو يقوم بتصعيد العمليات الإرهابية هناك أعداد يدخلون من المتطرفين ضمن الجماعات المهاجرة غير الشرعية أو ضمن اللاجئين يذكر بأن أيضا كان هناك نسبة كبيرة من منفذي هذه العمليات الإرهابية في داخل أوروبا هم كانوا من المرفوضة طلباتهم أو من الذين قدموا طلبات كلاجئين فأتفق مع حضرتك أنه هي ثغرة في جدار دول الاتحاد الأوروبي أن تأتي موجات غير شرعية إلى أوروبا عبر تركيا أو ربما عبر إيطاليا أو إسبانيا أشكرك على كل هذه التفاصيل من برلين كنت معي مدير المركز الأوروبي للدراسات دكتور جاسم محمد شكرا لك دكتور ترجمة نانسي قنقر